وإن شاء الله المشاهدين يتحدثوا من الأمور التي أعطتهم إياها فيما يخص تقليل الوزن مشاهدين هلأ فقارتنا نتحدث فيها عن مؤتمر رح يصير بجامعة الطفيلة التقنية وفعليا هو رح يبدأ يوم الثلاث القادم 26 و27 و28 لمدة ثلاثة أيام وبتحدث عن حوار الحضارات والثقافة أهم المحاور التي يحملها هذا المؤتمر المشاركين في هذا المؤتمر ضيوف الأردن البلدان المشاركة يعني محاور عديدة سنتحدث فيها مع الدكتور حسن المومني مدير مركز اللغات في جامعة الطفيلة التقنية ورئيس اللجنة العلمية أيضا لهذا المؤتمر أهلا وسهلا فيك دكتور حسن صباحك سعيد نبدأ بأول شيء هذا المؤتمر يعني من عنوانه حوار الحضارات والثقافة أخي نسرين في البداية اسمحي لي أن تقدم لمؤسسة الإذاعة وتلفزيون بجزيد الشكر على هذا اللقاء وعلى دعمها ومساندتها لجامعة الطفيلة التقنية وللجامعات الأردنية كافة طبعا الفكرة بدأت عند حوار الثقافات والحضارات هي من رائط الحوار الثقافي والحضاري في العالم جلالة سيدنا زي ما تعرفي أن الخطاب السياسي الأردني بامتياز هو خطاب حضاري وخطاب ثقافي جلالة سيدنا في كل المحافل الدولي يدعو إلى تجسير الهوى ما بين الثقافات والحضارات جامعة الطفيلة كأخواتها من الجامعة الأردنية انصدعت لهذا النداء الهاشمي ورئيسها المميز الدكتور شتيول عبدالله استجاب لهذه البادرة وقرر بعمل مؤتمر حوار الحضارات والثقافات الذي عقد في السنة الماضية في رحاب جامعة الطفيلة التقنية للمرة الأولى وهذه السنة سيعقد للمرة الثانية طبعا ما يختلف السنة عن السنة الماضية؟ ما هي المخرجات التي طلع فيها المؤتمر السنة الماضية؟ هل فعلا اشتغلتوا عليه؟ نعم اشتغلنا عليه طبعا المخرجات كانت هو أنه أردنا أن نخرج خطابا حضاريا ثقافيا مميزا جلبنا الكثير من الباحثين من جميع دول العالم من أمريكا من الجزائر من المغرب من مصر وكلهم اجتمعوا في رحاب جامعة أردنية هاشمية وقدموا أوراق بحثية تساعد الباحثين والأكاديميين على معرفة مضامين الحوار الثقافي والحضاري طبعا أنا السنة الماضية قدمت ورقة بحثية حول الخطاب السياسي الأردني خطابات جلال السيدنا ودورها في الحوار الثقافي والحضاري وطبعا لاقت كثير من الاستحسان على حول هذا الشيء حتى أنه في باحثين جزائريين ومغاربة طبعا نظروا بعيني الإعجاب لهذا الشيء اللافتة هذه السنة هو أن عدد المشاركين سيكون أكثر وأيضا المحاور ستكون أوسر كم دولة تقريبا؟ سيكون هنا تقريبا حوالي ثمان دول مشاركة هل فعلا بتمثل حضارات وثقافات مختلفة؟ بتمثل حضارات وثقافات عديدة عديدة طبعا معظمها في الثقافة العربية لكن نحن نريد أن نسوق منتجنا الحضاري والثقافي الأردني في الدول العربية أولا وإن شاء الله سيكون لدينا فرصة في المستقبل لتسويقي في الغرب إن شاء الله لافت هذه السنة بأن المحاورة تعدلت أولا هناك محور عن الإعلام دور الإعلام في الحوار الثقافي والحضاري كما تعرف الإعلام بالعب دور أركيزة أساسية في موضوع الحوار الثقافي والحضاري يعني لا يمكن إقصاء الإعلام عن هذا الموضوع لأن حتى نشرات الأخبار حتى مقالات الصحف حتى كل هذه الأشياء هي مادة غنية من خلالها يستطيع الصحفي أو الإعلامي أن يقترب من الرأي الآخر ومن الحضارات ومن الثقافات الأخرى أيضا هناك محور آخر ودور الهاشميين في الحوار الثقافي والحضاري نريد في جامعة الطفيلة التقنية أن نسوق خطابات جلال سيدنا للعالم كافة ونريد أن نقول لجميع العالم بأن هذا هو رائد الخطاب الحضاري والثقافي جلال سيدنا في كل محفل دولي يدافع عن الإسلام يدافع عن الثقافة العربية يدافع عن العرب يدافع عن القضية الفلسطينية بحوار حضاري ثقافي مميز يرقى إلى مستوى القبول عند الآخر وانت تدركي طبعا أنه حتى في البرلمان الأوروبي عندما كان له خطاب وحتى في الكونغرس الأمريكي قام جميع عضاء البرلمان والكونغرس الأمريكي بالتصفيق له وهذا معناه بأنه خطابه مقبول عند الرأي الآخر وهذا معناه نجاح للخطاب السياسي الأردني كأداة ووسيلة للوصول إلى الآخر والعقلية الآخر والتحاور مع الآخر أيضا هناك محور آخر وهو الخطاب الديني الخطاب الديني مهم جدا إن شاء الله ستكون عندنا أوراق بحثية تناقش الخطاب القرآني الخطاب القرآني يدعو بشكل كامل إلى حضارات الثقافات وجعلناكم شعوبنا وقبالي لتعارفوا أن أكرمكم عند الله يتقاكم وادعو إلى السبيل ربك بالحكمة والمواعدة الحسنة يعني كل هذه الأمور إن شاء الله نريد أن نجليها وننتج أن نسوق أيضا خطابنا الديني بشكل جيد طبعا بمعزل عن الجماعات المتطرفة لأساءة للدين الإسلامي وأساءة للأسف يعني حتى الإسلام أنا حكيت أكثر مرة أنه ظلم مرتين المرة الأولى ظلم من الغرب لأنه أساء فهمه والمرة الثانية من داخل نفسه من الجماعات المتطرفة هذه اللي طبعا انتهجت خطاب متطرف غير معتدل سبب بالنسبة للإسلام مشكلة ومأزغ كبير أيضا سيكون لدينا أيضا محور وهو الخطاب الأكاديمي أيضا الدور الأكاديمي في الخطاب والحوار الحضاري يعني إحنا معنين بأنه حتى إنتاجاتنا البحثية يجب أن تصل إلى مستوى أنه نستطيع أن نسوق خطابنا الحضاري للغرب هلأ أنت تعرفي أن الكتاب عن الأدب العربي باللغة الإنجليزية والنشر في الجماعات الأمريكية هو واحد من أساليب التواصل الحضاري يعني هلأ الأمريكان والغرب يريدون أن يقروا عن إنتاجنا الأدبي وإنتاجنا الحضاري فهذه وسيلة مهمة جدا ترتبط بالأكاديميين والباحثين الأكاديميين بالتحديد في أنهم يحاولون أنهم يجلوا بعض الأشياء الستيريو تايبس التي هي الصور النمطية السلبية التي علقت طبعا بالثبتة عن الخضار العربية إن شاء الله سيكون هناك محور آخر وهو الخطاب الثقافي الخطاب الثقافي نفسه أنت تعرف أنه حتى آخر نظرية في دراسات النقد الأدبي حاليا هي دراسات الثقافية يعني العالم الآن يعترف بأن الثقافة الأدب صار يندرج تحت مستوى الثقافة فنحن نريد في جامعة الطفيلة التقنية كجامعة أردنية هاشمية وبرئيسها المنتمي دوما للوطن نريد أن نصيق خطابا حضاريا مميزا وننطلق به من الطفيلة إلى جميع أنحاء العالم كممثل للجامعة الأردنية الحمد لله طبعا التحضيرات للمؤتمر على أهبة الاستعداد الوفود بدأت بالتوافد على العمان وإن شاء الله سنعقد مؤتمرنا يوم الثلاثاء الساعة عشر صباحا برعاية عطوفة رئيس الجامعة الأكرم وإن شاء الله ستخرج توصيات المؤتمر بنتائج جميلة ومفيدة بالنسبة لنا في الأردنية نحن كنا نحكي تحت الهوى دكتور كنت بسألك المؤتمر رح يصير طبعا بنفس الجامعة فقلت لك وين رح يناموا الوفود رح يناموا بفنادق البترة وبعدين يجوا على الطفيلة وهذا كان شيء محزن بصراحة أنه بلد زي الطفيلة فيها سياحة فيها حضارة فيها معادن فيها كل مقاومات المدينة يعني فيها طبيعة جميلة فيها محميات ما فيها أوتيل مرتب يستقبل لما يكون زي هيك في مؤتمر يستقبل الوفود حتى ينزلوا ويقيموا فيه أو حتى وفود سياحية يعني إذا بدهم يعملوا سياحة أنت وضعت إصبعك على الجرح بصراحة يعني حتى أنت تتكلمين عن هذه الناحية في أيضا كمان مشكلة ومعضلة حتى إحنا في جامعة الطفيلة حاليا نعاني منها مشكلة مالية ومأزق كبير يعني لو أردنا أن نجلب التلفزيون الآن لجامعة الطفيلة ليصور مستوى الإنجاز الرائع ليسطلوا الجامعة خلال سنتان من تولي هذا الرئيس الحالي لا أستغربتي يعني إنجاز هائل جدا لكن الجامعة تعاني الأمرين الآن في قضية مالية غريبة الجامعة يعني بحاجة لدعم حكومي بحيث أنها تنهض وتصبح جامعة أردنية طبعا مميزة هي في كدر الأكاديمي أكيد ومميزة في مستوى الجود الأكاديمي التي تقدم لكن الجامعة بحاجة إلى دعم من وزارة التعليم العالي يعني إحنا الآن نعاني من هذه النقطة في الجامعة رئيس الجامعة يعني بصراحة يواصل الليل بالنهار يعني يوميا الرئيس يحاول أن يجد طرق لنهض بالجامعة والنهض بها بدي أحكي لك أنه عندنا ست باحثين الآن في جامعة الطفيلة راحوا على فولي برايت أمريكا أعطتهم فولي برايت سكولارشيبس وهذه أول جامعة أردنية بيطلع منها هذا العدد ستة ستة فولي برايت يعني فولي برايت عاما بريستيجوس سكولارشيب يعني هذه ما بتعطيها أمريكا إلا للناس المميزين فجامعة الطفيلة بتنتج الآن للتميز الأكاديمي لكن بحاجة أنه يصير في نظرة للجامعة معا نظرة للدعمها مالية لأنه لا يجوز أن تترك الجامعة بهذه الطريقة يعني بشكل وهو حوار حضارات فهي المفروض وثقافات يعني نبين أحلى ما عنا وحنا عنا حضارة فعلا جميلة يعني يعني هل أنت تشوفك في كل المناطق لكن أنت عم تحكي عن يعني ساعة ونص تقريبا من البترة عشان الناس الوقت يأتي تحضر المؤتمر بعدين تقيم بالأول يعني يعني كأنها الطفيلة ممر لا إحنا بدنا إياها مقر وهي محافظة سياحية بامتياز محافظة جميلة ويكون هناك إقامة سواء لوفود لسياحة المؤتمرات لسياحة السياحة العلاجية جميلة بأهلها وجميلة بطابعها وجميلة في طبيعتها وجميلة في عقلية أهلها كمان فأنت بحاجة أن تدعم جامعة مثل هذه الجامعة هناك إذاعة لجامعة الطفيلة إذاعة جامعة الطفيلة التقنية يعني لو سمعت لبرامجها وتبث عن طريق الإنترنت تلمسي تطورها حتى نوعية البرامج الطلاب اللي يشرفوا على الإذاعة كيف ينفوها نحن بحاجة يا دكتور يعني المحاور اللي حكيت فيها بالمؤتمر محاور جميلة جداً لكن نحن بحاجة مش فقط نقدم هذه الورقة ونمشي نحن نطبق يعني نعيش أنا عم بحكي حوار حضارات وحوار ثقافات بدي أعيش هذا الحوار بزرع بزرع بدي أخصبة ومناسبة لإحياء هذا الحوار الحضاري والثقافي بزرع أنت تعرف أنه هذا بالمؤتمر هو من المؤتمرات التي في العالم تعتبر مؤتمرات مهمة جداً يعني في المرحلة هذه التي نحن نعيشها هلأ مرحلة التطرف والإرهاب ومرحلة الكراهية ومرحلة الانقسام جامعة الطفيلة تحاول أن تجد نفسها مكان في هذا الإطار بأن تسوق منتجنا الحضاري ونتبدد هذه الكراهية والانقسام وهذا الشيء عبر حوار ثقافي حضاري مميز بين أكاديميين طبعا أنت تعرف أن كل أبحاثنا ستنشر في مجلة علمية مجلات علمية محكمة ورح يكون إن شاء الله هذا المؤتمر بالذات سيكمخض عنه إن شاء الله فكرة جميلة جداً هناك شيء علىها ليس المؤتمر بأنه نحكي كمان عن فرصة في ناس وللأسف أنه نادر لما يتم استقطاب ناس للطفيلة يعني هلأ في أماكن معينة سياحية لكن ممكن إحنا نستثمر وجود هذه الوفود نعمل سياحة طبعا أكيد هناك برنامج سياحي مميز لكل الوفود في الطفيلة المحمية المحمية هذا موجود على جدو الأعمال سيستحبوا إلى كل المرافق السياحية في الطفيلة لنريد أنهم لما يرجعوا لبلادهم يتكلموا عن الأردن أولا ثم عن الطفيلة لأن الطفيلة جزء من الأردن فنحن إن شاء الله معنين في هذا الشيء وأعملنا تحذيرات كاملة حول هذا الإطار هذا ما غامش عن بالنا لكن زي ما حكيت لك زي ما حكيت تفضلت أن الطفيلة بحاجة لدعم وأيضا جامعة الطفيلة أيضا بحاجة لدعم إن شاء الله بطلعوا كل الدعم وكل التوفيق كمان في مؤتمر حوار الحضارات والثقافة إن شاء الله ويريت أنه إذا في مجال تعطونا كاميرا على أقل تابعوا هذا الحدث الدولي بصراحة الجميل اللي ببرز الأردن حضاريا وثقافيا في جميع دول العالم شكرا دكتور حسن مومني مدير مركز اللغات في جامعة الطفيلة التقنية ورئيس اللجنة العلمية أيضا الإعلامية الإعلامية في هذا المؤتمر شكرا لك شكرا لك وهلأ مشاهدين خلينا نشوف مع بعض مهرجان الحر مهرجان المسرح العربي الحر إعداد وتقديم زميننا محمد الحربي أقيم في جامعة فيلادلفيا خلينا نشوفوا مع بعض وبعدين نكمل فقراتنا بالستوديو خليكم معنا اشتركوا في القناة